يتوجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جينيف اليوم للمشاركة في الحلقة النقاشية التفاعلية والتي يقيمها الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على صدور الإعلان العالمي للديمقراطية من المقرر أن يشارك رئيس مجلس النواب كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التفاعلية وذلك بحضور ومشاركة بارزة من الخبراء بمجال الديمقراطية والبرلمانيين من جميع أنحاء العالم حيث سيلقي كلمة عن وقع الديمقراطية في الوقت الراهن كما سيستعرض محددات الرؤية الوطنية المصرية تجاه تعزيز الديمقراطية والخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد هذا وستشهد الزيارة التي تعد الأولى من نوعها إلى مقر الاتحاد البرلماني في جناف عقد سلسلة من المباحثات مع مسؤولي الاتحاد لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية التاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي